وعن تاريخ الهيئة الوطنية للانتخابات حيث انشئت هذه الهيئة اعمالا لنصوص دستور 2014 وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية المزيد مع الزميلة مرنة إيهاب أهلا بكم انشئت الهيئة الوطنية للانتخابات اعمالا لنصوص دستور عام 2014 والذي نصت المادة رقم 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية ذلك بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر إضافة لتحديد ضوابط الدعاية والتمويل وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وتنص المادة رقم 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئة القضائية دون تدخل من السلطة التنفيذية ويترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقدة كما يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئة القضائية كما تشرف الهيئة إشرافا كاملا على الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشرة التالية لتاريخ العمل بدستور عام 2014 كما تغضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات محلية وحتى تتمكن الهيئة من القيام بمهامها فقد زوادها المشرع بالعديد من الاختصاصات أهمها تنفيذ الاستفتاءات والانتخابات وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية بالإضافة لدعوات الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني وإجراءات كل منها كذلك تقوم الهيئة بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصري والأجنبية بالإضافة لوضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات وكيفية إجرائها ومواعيدها والإعلان عنها وأخيرا إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات هكذا تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والإتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم للمشاركة الفعالة في صنع مستقبل واعدا للأجيال القادمة